اشتركوا في القناة صحة وسعادة برنامجكم صحة وسعادة برنامج البث المباشر اللي قدمه بعمر انتهى يا جماعة الخير وكفولنا الاتصالات على برنامج البث المباشر على اساس اللي حاب يتواصل معنا عن طريق برنامج صحة وسعادة نحن نستقبل اراءكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم مداخلاتكم اللي تحتاجونها واللي ان شاء الله تثري البرنامج اكيد لان هذا البرنامج منكم واليكم مستمعين وبتساهم اكيد في تطوير القطاع الصحي في امارة دبي بشكل خاص ودولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام اذا في بداية الحلقة رحب بفريق العمل معنا في التنسيق ميرا الاخفلي صبحت الله بالخير ميرا البارحة كلمتيني عن ريال كان حاب يتدخل معنا اذا عندتش تيلفون نشوفي من البداية خلينا ندخل قبل ان ندخل في تفاصيل حلقتنا ايضا مخرجنا المبدع دايما ناصر السليمي بمحمد صبحت الله بالخير وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي والاصوات اللي تسمعونها طبعا كانت سويها دكتورة ندل ملة صبحت الله بالخير دكتورة يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الأثنين شو تعاب لي من صباح الأخير اشرب ماء بالعافية شكرا الله يعافيكم هذا التذكير بشرب الماء لانتشربوا وايد ماء ايوه بشرتكم حلوة وطاقتكم إيجابية يعني نحفو الماء في طاقة فنذكركم اوش برقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وموجودين لايف على نوردبي على الانستغرام طيب نحن عمار البارحة حاول يتواصل معانا ما قدرنا ناخذه على الهوة لأن الوقت كان خلاص شارف على الانتهاء فنبتدي حلقتنا بمداخلة أخوني عمار صباحك الله بالخير عمار بالخير والنور والسرور والسعادة يا هلا السلام تفضل يا سيدي سامحني عاد البارحة ما أخذناك لأن الوقت يعني خلص بالعكس بالعكس عن أصل لما اتصلت يعني عم بطلع على الساعة لحظت أن نهايك البرنامج الله يحفظك تفضل يا سيدي الله يسلمك سلامة طبعا للدكتورة اللي معك شكرا دكتورة نادا شكرا دكتورة نادا دكتورة نادا عزيزي أنا بس يعني موضوعي أنه نحن عنا تأمين طبي في دبي تمام عاملينه من شهر ثلاثة سم قريبا للشركة الموظفين الشركة كانت مع العوايب تمام نعم في داعي أذكر اسم الشركة اللي مأمين عندها ما في داعي ما نأخذ منك تحت الهو لكن قولي عشان بس الحالة نفسك إي الإشكال دكتور الحالة نفتق أني نحنا لما يعني أنا شخصيا رحت على مركز المراكز الطبية اللي نحنا نازم نتروها عندهم تمام دكتور فحصني عم بيقول لي الدكتور أو لحظة يعني أنه طلب تحليل وكل شي وهي تمام بعده لشركة التأمين لشركة التأمين الرفضي لماذا؟ أنت ما ماضي على تأمينك آآ ست شهور مهم عارفك الاختصار الشديد يعني طيب ليش أنا مش ماضي على تأمينك ست شهور ما نورد أنا ممن في شهر الثاتي أنا رحت في شهر ستة على المركز يعني عارفك كيف مهم بده يعمل لي يعني أنه تحليل لأنه كان عندي واجعة بالظهر يعني عارفك أبل ست شهور ما بتدفت تاخد شي من عندنا التأمين حتى يعني أنه أنا تفعت أنا رسوم لكسور بالمركز عارفك كيف أخذت أدوية ثانية تفعت شزء من سعر الزواء يعني حق الزواء طيب حسب البوليسة طبعنا ممتاز أنا رحت على مركز ثاني مثلا عارفك كيف مهم كمان نفس الشيعة ثانية نسخة عن البوليسة سبعتين نعم المركز الثاني مبيني مكتوبة أنه آآ ستة شهور ما بتدفت تاخد شي كتحليل وكذا الشغلات أوكي عمار يغض النظر أني بديت على رسوم مثلا على تحليل نفذة ممتاز ما علي تحمل عشرة وهنا يتحملوا كذا ممتاز أنا بأخذ التفاصيل كلها لأنه لازم أرجع لإدارة التمويل الصحي عندنا زي أنه بحولهم الحالة نفسها وبخلي بخلي الشباب يتصلون فيك بعد البرنامج من الهيئة ياخذون كل التفاصيل وإذا عندك بعد كذلك أعطهم اسم الشركة أعطهم كل الأشياء اللي أنت تبغي تتكلم عنها الآن عشان عشان يعني نحنا عملنا التأمين عن طريق بروكر مثلا والشركة التأمين معروفة مني يعني زين خلص بس رقم هوية من الهويات يا الشباب بس خلني خلني أشوف التفاصيل كله وإن شاء الله ما بتطلع من عنده من الأراضي إن شاء الله تكون نكون المسائفات أنا بكفيني بكفيني دكتور محمود إنه أنا لما بوصلنا عنكم على البرنامج عرف كيف الضاقة الإيجابية اللي باخد الصبح من عندكم الله يحفظك الله يحفظك واجبنا يا سيدي الله يسلمك واجبنا مشكور مشكور يا عمار شكرا لك مشكور ميرا بس نحوله على الشباب على طول ديركتلي بعد الحلقة أساس يتوصلوا معهم وأنا وردي بعد بكلمهم بوصيهم أنه يخلصون الموضوع أنا بوصيهم على الكلام الإيجابي أنا بوصيهم أنا بحل مشكلة لو في إيدي والله على الكلام الإيجابي اللي يقوله عشرة ألاف درهم نحل المشكلة يلا حقك لا بحب حول بباشرة الحسابة الرأي طيب على الكلام الإيجابي عندنا دراسة شو تقول تكشف علاقة الخبز بالاكتئاب حالنص الحرين بيزولون زين يقول لك وجد باحثون أن الكلوتين ينتج استجابات للصحة العقلية لدى بعض الناس بعد تناولهم أطعم مثل الخبز والماكرونة يمكن أن تتمثل بالشعور بالاكتئاب أو التعب وعلى الرغم من أن بعض الناس لا يتحملون نسبة البروتين الحبيبي بسبب حالة حالة تسمى الاضطرابات الهضمية لأن نسبة 1% من الناس لديهم هذه المشكلة ولكن زعم حوالي 12% من المشاركين في الدراسة لديهم حساسية للكلوتين تسبب الانتفاخ والتشنجات وننتكلم عن حساسية الكلوتين بعد ما خلصت الدراسة الدكتورة وللتحديد ما إذا كانت حساسية الكلوتين حقيقية أم لا قام الباحثون بإجراء اختبارات طعام عمياء وقاسوا الأعراض الناتجة واختبرت الدراسة الصغيرة التي أجراها باحثوا جامعة لاتروب في مولبورن باستراليا ما حدث عندما تناول 14 شخصا الكلوتين وعلى مدار عدة تسابيع وعطي المشاركون الزبادي والفطائر بعضها يحتوي على الكلوتين ولكن لم يتم اخبار المشاركين بذلك ووجد الباحثون أن البعض يعاني من مشاكل صحية عقلية حقيقية نتيجة لتناول الأطعمة عالية الكلوتين وقال المشاركون أنهم شعروا بمستويات مماثلة من الانتفاق والتشنجات بعد تناول نوعين من الطعام ما يحوي أو ما يوحي بأن أعراض القناء الهضمية لما يسمى بحساسية الكلوتين تنتج عن شيء آخر أنزين أشارت التقارير إلى أن الانتفاق أو التشنج يمكن أن يكون بسبب الكربوهايدرات اللي يطلق عليها يسمى شوه أو الخوف من تناول الكلوتين ولكن الباحثين وجدوا أيضاً أنه عندما يأكل الناس الكلوتين فأنهم أكثر عرضاً للشعور بالتعاب أو تجربة مشاعر أقل إيجابية ما يشير إلى أن له تأثيرات حقيقية على الدماغ الباحث الرئيسي شو اسمها؟ قولي جيسيكا بسكريسكي هو يعطي اسمها الصعبة جيسيكا تقول بالتأكيد لا نقول أن الجميع سيصاب بالاكتئاب بعد تناول الكلوتين ولكن من المرجح أن تؤثر هذه الظاهرة على عدد قليل من الناس خلينا نتكلم بشكل سريع إذا بتعطينا ناصر خمس دقائق قبل الفاصل بشكل سريع دكتورة حساسية الكلوتين شو هي بالضبط؟ وحد من الناس يقول أنه حتى إذا تاكل الجلوتين فريو لو ما عندك الحساسية أفضل لك أنزين الجلوتين هو بروتين موجود في القمح وفي كثير من الناس عندهم حساسية منه والحساسية من الجلوتين لها وائد درجات من الانتفاخ العادي لناس يصيبهم إسهال حمرار في الجلد وغيرها الجلوتين هذا البروتين لما يرتبط بغشاء الأمعاء الجسم يقوم يهاجمه لأنه يحس كنا جسم غريب الحين وائد من الدراسات حاليا وائد من أنظمة الغذائية قامت أن الناس تبتعد عن الجلوتين في أكلها حسوا أن مخرجات الامتناع عن الجلوتين أفضل يعني صحة الناس الامتناع عن الجلوتين أفضل من الكلو جلوتين من ناحية الهضم من ناحية الأعراض التي تكون عند الناس من ناحية عمل جهاز الهضمي بشكل عام الحين هالدراسة بعد شو تقول حتى تأثر على الحالة العقلية أن الناس الكلو جلوتين ممكن يصيبوا من نوع منوع الاكتئاب لأنه ممكن يحفز مراكز في الدماء تسبب الاكتئاب بس والله محمود يعني أنا أشوف الحريم يمزعوني أكون خبز أكثر وتقول العقب عشان تكتئب أكثر تفرح أحس الخبز هو الخبز على ناحية التشوكلة هو يعزز هرمون السعادة لا لا مو بس التشوكلة الخبز كان من يوم يسمونه كومفورت فود يعني شيني كومفورت فود يعني أكل الراحة يعني الأكل يسجيب لك الراحة بس والله ممكن يكون لها تأثير عكسي بعد هذا هنا يقول اليوم لازم تتكلمون عن دراسات والبحثات عن تعدد الزوجات كيف تكون إيجابية على الرجال والنساء ليش ممنوع 187 ما ستشكلم عنه والله بنسوي أنا أحس أن عندك أنت نقطم هما وراء الموضوع بنبحث لازم نبحث عنه ما أدري شو في ميرا إذا ممكن نأخذها على الهوة ليش لا خلنا نتكلم عن هذا الموضوع والدكتورة موجودة هنا تعطينا النصائح الطبية من وراء التعدد التعدد الزوجات ما زوجات يقومون علي اليوم السلام عليكم أخي الفاضل أختي الفاضل الدكتورة ندى تحية احترام وأهلا وسهلا بكم بطاقة من البرنامج شكرا لك يا بو برعي فاصل مستمعين بعد الفاصل إن شاء الله بتكون عندنا إن شاء الله تعالى إذا ما صار أي شيء ما نتكلم عن السمنة عند الأطفال مع خصائيات التغذية اللي بتكون معنا عبر الهاتف اللي ختعبير عسقوا الفاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام طيب دراستنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن علاقة الخبز بالاكتئاب هنا يوم أحمد تقول والله أنا يوم أخبز أكون سعيدة وايد وعيالي يتيمعون حولي ويستانسون في الجو يكون الحمد لله جداً إيجابي وسعيد لس صدقون هالدراسات أنا اتفق معاش لأننا دكتور نادة أربعة ساعة تخبز لا 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 أنا عندي الوالدة يوم تخبز يا سلام أنتي يمع كلنا يوم تشم بس ريحة الخبز ما تحس بالسعادة صراحة حين بس تعلم مدبرة المنزل المساعدة تعلمها كيف تخبز معاش أنا أمم أحمد يا سلام زين بس هاي دراسة علمية ما أقدر أقول عنها شي يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصلاً اللي يبقى عدد شو؟ هي مخبوق هي اللي يبقى يعدد مخبوق راسه المفروض يكون فيه برنامج كيف لا 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 تتهوروا غلطان يا بني اليتين غلطان طيب على طاري الخبز دكتورة عبير عسقول صبحت الله بالخير خصائية التغذية في هيئة صاحب دبي يا هلا نحك أننا نتكلم قبل الفاص ماضي إذا سمعتين أو لا عن موضوع أن القلوتين ممكن أن يساهم في يعني تكون فيه علاقة ما بين الخبز والاكتئاب ممكن أن يسبب مجموعة من الاكتئاب أو شغلة عند الناس اللي يعكلون خبز يعني هذه الدراسة كانت موجودة وقرأينا أحب الآن أنت شو رأيت كأخصائية التغذية هل القلوتين شرير؟ هلا كتير مشهورة عنه أنه شرير وأكتر الناس بيحاولوا لما يبلش وداية تتجنبه بس هو إجمالا إذا حدا ما عنده مشكلة مع القلوتين أو حساسية أو يعني عادي خلص ما فيه شي بس هو فيه ناس مثل أي حساسية يعني عندها حساسية من الزوتين عادي تم بتسبب كتير مشاكل لأنه بيتخلي فيه تقريبا تشوه بالأمعاء فما بتمتصر مواد الغذائية فبيصير فيه نقص كتير عندهم هذول الأشخاص وما عنده أعراض خارجية فما بيبين صعب أنه يبين هلأ ممكن يسبب اكتئاب أو لا هذا مش شي مصبت لسه يعني كلام دراسات ما فينا نقول كدراسات يقولوا أنه أكيد يعني معلومة أكيدة فما ما فينا نقول لحد ما نتأكد علميا بالله صحيح أستاذ عبير إحنا اليوم موضوعنا الأساسية عن السمنة عند الأطفال ما في شك أن السمنة صارت حين شغل الشغل الكثير من الأمات وإحنا نتوه ماشاء الله الأطفال وزنهم في ازدياد مضطرد بسبب نمط الحياة الغير صحي فشو أبرز أسباب السمنة عند الأطفال وكم هي مسؤولية الأهل في سمنة الأطفال هلأ مبدئيا فيهم بعض العائلات فيها العامل الجينات بس بالحال بالوقت الحالي أكتر الوقت حم بيكون السبب هو مثل ما قلت أسلوب الحياة طبيعة الأكل والنشاط الرياضي أو الحركة عند الأطفال مثل ما بتشوفي هلأ أكتر الألعاب يا إما آيباد بلاي ستيشن فالطفل بيكون قاعد كل اليوم ما عم يتحرك مش مثل أيام زمان كان الأولاد يضلوا عم يركضوا ويلعبوا فهذا كله بيأثر على وزن الطفل فبدنا نحاول يعني إذا على الأهل بده يكون مسؤولية الأهل أنه ما يوفروا هاي الألعاب أو يكون فيه الهوقت محدد من اليوم لحتى باقي اليوم يكون الطفل ناشيط الطفل إذا ما بتعطيه هاي الأدوات الإلكترونية ما بيقعد يعني بيضل بيتحرك بيلعب بيقوم بس وقت من سلموا هيك أشياء ووقت طويل باليوم حيضل قاعد كل اليوم والشغل الثاني هي طبيعة الأكل بيقولوا الأولاد بيحبوا هيك وما بيحبوا عطلا بيحبوا الفاست فود أو الأكل السريع أو الحلويات أو هيك بس هاي توفرها كمان هو عامل أساسي إذا مش موجودة عند الطفل ومش موجودة بالبيت يعني بنشوف مرات بالجمعية أهل عم يشتروا هذا الشيبس الكبير اللي فيه موارف كم واحد أو علابة تشوكليت أو هاي بتكون متوفرة بالبيت كل الوقت فالطفل طبيعي بس يشوفها حيفضلها على حبة الفواكه أو على الأكل الطبيعي بس بينما إذا مش موجودة بالبيت كل الوقت حينجبر أنه ياكل الأكل الصحي صحيح وفيه مدارس كتير مثلا هلأ عم تمنع يكون بالكانتين تبعها هاي الأكلات يحطوا أكل صحي يعني عم بيصير فيه جهود بهالموضون نتمنى بصير إجباري إن يكون الأكل الموجود متوفر للأولاد بالمدارس الصحي كبرا الواقعي أستاذ عبير أنا ما أدري يمكن أكون غلطان بس هذه ملاحظة شخصية يعني لا هي تابعة لدراسة ولا أي شيء ملاحظة شخصية إنه الآن حتى الطفل لما ينولد دكتورة يعني في غضون الولادة سنة سنتين تشوفينه ما شاء الله يعني سمين يطلع ما أدري شو الأسباب يعني ما يطلعون نقول ممكن يضعفون جدام تستمر العملية مع الأيام بزيادة بزيادة على الها هل هذا الكلام يعني غلط صح هل في ممارسات الأم أثناء الحمل قاعدة سويها تأثر على الجنين بعد ما يطلع ممكن ونحن أكلنا يعني هلأ إجمالنا فيه هورمونات أكثر الأكل اللي مناكله والرضاعة الطبيعية كتير بتأثر بعد الولادة الطفل اللي بيرضع طبيعي ما بيسمن كتير بيتغزه وبيأخذ حاجاته بس ما بيسمن اللي بيأخذ حليب صناعة بيسمن أكتر بكتير بيأثر عليه فهي كلها سبحان الله الممارسات يعني من خلال الحمل الأم تأكل الأشياء المغضية مش الأكل اللي فيه دهون الأكل اللي فيه كتير النشويات تنتبه على وزنها خلال الحمل وتعتمدها الرضاعة الطبيعية يعني لحد ستة شهور يكون بس رضاعة طبيعية صحيح من دون أي حليب صناعي وبعد الستة شهور تضل على الرضاعة الطبيعية ونبلش أكل مش ضروري الحليب الصناعي طالما الأم عم بتردع الطفل عادة يعني على الأغلب ما بيسمنوا اللي بيكون عم يرضع طبيعي صحيح بس الأهل هلأ في كتير منهم بتبلش من حتى الشهر الأول تعطيل الحليب الصناعي طبعا هذه دعوة الأمهات يعني على الأقل يعني اضعف الإيمان ستة شهور إذا ما بتكمل ستة شهور على الأقل عارفة اللي بتردع وبتاكل أكل صحيح أسهل بكتير أن تنزل للوزن اللي كانت فيه الرضاعة بالعكس لأن الرضاعة بتستهلك من السعرات الحرارية حتى أكتر من الحامل بالنبت صحيح جسمها بيصرف كتير سعرات بتساعدها كمان ينزل وزنها هذا الدكتورة يعني أنا زرت العديد من القرى في حول العالم إن زين لما تشوفين يعني مدى اللياقة البدنية اللي اللي في عند سكان هذه المناطق وخاصة اللي ما تشوفين وحدة ما شاء الله شاء الله طفلين على ظهرها وراء واحد جدام وتمشي وش اسمت تقصي الزرع وما دري اللي تطبخ ولا ما دري كذا وما عندهم فاستفود وحياتهم كلها حركة هي هنزيل ولا أطفال يطلعون ما شاء الله عليهم يعني بصحة وعافية هم أقوى بتحس دائما على يعني حتى هنو صغار وكبار وبيتحملوا أكتر وما تشوفين سمان يعني حتى طول النهار يركضون محمود ما فيه يا أما ماشي على الآيباد وقاعد أو على تلايستيشن وقاعد هذا كله بيأثر عليهم الطفل لازم يتحرك بالضب استاذة عبير أحب ما أنا طبعا ماوصل مدارس والسمنة معرف الأطفال يدخل مدرسة للحظة يزيد وزنهم يهيهم فقر دم وينزل وزنهم بسبب سوء التغذية اللي يستوي مع المدرسة فش النصاح ممكن نعطي الأمهات عشان يعني ما بنصعب علمهات نقول 100% يكون الطفل صحي و100% ماشي ولكن على الأقل 70% يكون ماشي حسب النظام اللي يخلي يحافظ على وزنه ما يزيد وزنه ما يلفقر دم ما ينزل وزنه خلال أيام المدارس يعني مثل من التحضي واجبة صحية تقسيم الوجبات خلال المدرسة خصوة الأطفال يحيون واجبتين يعني خلال اليوم المدرسة يعني بيرجعوا أكترهم وبوقت المؤخر صح هلأ أهم شي أنه تحطوا لهم أكل مغزية يعني حبة فواكه حليب مع مثلا ساندويتش وكتير مهم يعني بلاحظ الأهل اللي بيعطوا فلوس للولد نعم بيروحي ولد بيشتري مثلا بسكوت وهيك وبيشباع ما بياكل اللونش بوكس فهو عشان يأكل يعني أنا بشوف أنه أحسن ما يعطوا فلوس من يزعل يسير يتسلف من ربعة اي لا هاي يروحي بعد قضية بعد لأنه إذا كان بي إيدي فلوس وقدر يشتري تشيبس وشوكولات صح حيروحي يشتري وما هي ليش يحطوه لفلمدرسة تشيبس وشوكولات وكذا وإحنا ما حمول تعرف مدارس يمنعون الطفل تعطيه بيزات يمنعون تعطيه بيزات لازم يطرش الأكل مع الطفل والمنيو موجود عندكم ممنوع فيها هاي الأصف بس لفتا مش على نطاق واحد نتمنى أنه مثلا يصير فيه بعدين مثلا تنظيم من الهيئة أو شي أنه يمنعوهم فعلا يكون الموجود بالمدرسة يكون له صحي بالضبط نزيل هني تقول مستمع عندنا بنتي بعمر سبع سنوات ووزنها ثمانية وثلاثين ووجبتها المفضلة تشيكين ناكت شو هذا تشيكين ناكت ما تعرف تشيكين ناكت ها الصغار المقالة هذي لدياي المقالةين أعوذ بالله تشيكين ناكت لا بعرف حتى ولادي بياخدوها على المدرسة يعني أمهات بيعملها لها الصبح وبتبعتها باللونش بوكس هذي اللي سويه في البيت زين أظنني نفس الشي نفس الشي نفس الشي وما منعرف شو اللي فيه درمو الأم اللي تحضرها مثلة جي تطلعها وتقليه مو بيروحها تسويه يعني من دياي فرش وشي لا 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 يعني هذا صراحة الأهل بد يكون مش متوفر بعرف بهالعمر طعب إذا كانت عود على هالأكل إنه تغير له بس مثلا ممكن تبلش معها إنه مسموح لك مرة بالأسبوع تعطيها خيارات تانية لما يجوع الولد حينجبر ياكل بس طالما عارف إنه بطريق الضغط معه على الأهل حيرجعوا يعملوا له البد وياحة حضل فهي بده تفهم إنه مثلا مرة بالأسبوع باقي الأيام تبعت لها اللي هي عندها هالعمر ما فينا نجوع ونقولهم ريجيم أو دايت أو حمية ويجوعوا لأنهم فترة نمو بس هي نوعية الأكل اللي اللي فينا نتحكم فيها وتخليها تشجعها على الحركة ممكن مثلا يطلعوا العالي هلأ جاي يطأس حلو على البر يلعبوا مع أولادهم يشجعوهم على الحركة يعملوا تأمين على الوقت اللي بيقضوه على الآيباد أو على الأجهزة الحديثة طيب هو صعب شوي بها العمر بس بدنا نحاول هنا فيه مستمع ثاني يقول صباح كم الله بالخير هذه المحمد يقول أعتقد الخميرة هي الضارة في الموضوع نحن عندنا الرقاق خفيف وغير ضار للجهاز الهضمي بالنسبة لسمنة الأطفال تبدأ من سن الحضانة والروضة لأنه قبل ذلك يتحرك فيحرق كل شوها لكن وجوده لكن وجوده بالروضة والمدرسة يقبع للجلوس يعني ممكن يكون قاعد على المدرسة تنتبه وتضع خطة علاجية وكذلك الوراثة لها دور في السمنة مضبوط طيب مضبوط الوراثة لها دور بس نحن كمان لما نكون نظام الأكل صحي بكل الواحد مش نحيف بس ما بيوصل للسمنة ما يوصل هذا واحد اثنين هي تكلمت بعد المدرسة في وقت هي تكلمت أنه قبل الروضة سمنة الأطفال ما تكون موجودة تكون بعد الروضة اللي هي في سن خمس سنوات مضحية طيب أنا بغيت تكلم هنا عن جهود الهيئة الهيئة شو تسوي لمكافحة السمنة عند الأطفال دكتورة على أننا في عندنا دائما حملات توعية في عندنا العيادات المتخصصة طبعا الأطفال مثل ما قلت لك نتمنى نوصل ل مثل إقرار شي يجبر المدارس أنه ما يكون في شي يعني ما يكون في شي غير صحي بالكانتين فأنا سامعة عن مدارس صار موجود عندها هذا النظام أظن مجهود بعد كذلك على مستوى إمارة دبي بالشراكة مع العديد من الشركاء عندنا حتى سمعت عن شي أنه بد يصير تنظيم الإعلانات طبعا لهاي المطاعم الفاست فود والأكل الغير صحي حيصير عليها تنظيم كيف يعملوا الإعلان طبعها طيب نحن لا نريد نتكلم عن الأشياء اللي موجودة حاليا دكتور نحن نتكلم عن الأشياء الفعلية اللي نحن نقوم فيها حاليا أعتقد إذا ما خفضني كان فيه برنامج كامل على مستوى دولة الإمارات لتخفيض السمنة عند الأطفال وهو هدف رئيسي من الأهداف اللي تسعال حكومة دولة الإمارات ومنها نحن في هيئة الصحة كذلك نحن موجود عندنا العديد من الشراكات والبرامج اللي سويناها بالتعاون مع هيئة المعرفة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية في هذا المجال لخفض نسبة السمنة عند الأطفال الشيء المفرح أن النسبة قلت عن السنة الماضية صحيح عن السنة القبل كم أظن شوية هي بس قلت اللهم لك الحم فنبغي هذه الجهود تستمر صحيح دائما هيئ ولازم الأهل يكونوا متعاونين أهم شيء تعاون الأهل بتوفر الأكل وهذه الأجهزة جميل هاي أكتر طبع موجود هلأ بيأثر على تبغين قبل ما نختم توجهين نصيحة أو توجهين شيء كلمة خيرة الدكتورة بدي أقول للأهل أنه هني دائما قدوة الولد فلما بيشوفوك اللي بتاكلوا أنت واللي بتعملوا أنت هني حيقلدوا طالما نعمل صحي منتحرك منفرجيهم أنه نتحرك الولد هو بيقلد أهله فتمنى كلنا نكون قدوة جيدة لأولادنا إن شاء الله عشان نساعد في بناء مستمع صحي نحن شاكرين لتش هذه المداخلة السادة عبير عسقول خصائية التغذية بإدارة التغذية السريرة في هذه الصحة في دبي وإن شاء الله نشوفك في الأيام القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لتش طيب دكتور نحن نطلع فاصل لكن قبل ما نطلع فاصل خلينا نخبركم عن فقرتنا القادمة بتكون إن شاء الله ما نتحدث عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج رواد الصحة شو هو هذا البرنامج شو اللي يسعى لهذا البرنامج شو الأهداف اللي ممكن تحقق من خلال هذا البرنامج أنت مشاركة في الدورة الثانية إن شاء الله نعم واصلة ولا ما اسمه لا لا اسمه طيب ناخذكم فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ونعرفكم على هذا البرنامج مع آخذنا ميعاد العلي فاصلوا وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم وميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا تخبركم عن الدكتورة ندى على 600-55-1414 ورسائل النصية على 400-06 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام تقول هنا أم خليفة أنا أبغي أي دكتورة تقنعني أن عقب الولادة بثلاثة شهور ترجع الدوام وما تعطي البي بحليب صناعي عادي حبيبت أم خليفة لحظة لح أنا بجاوب أنا بعد أنا بجاوب أنا اللحيد عندنا نحن في هيئة الصحة برنامج لتحفيز الأمهات على الرضاعة الطبيعية واللي أنا عرفة دكتورة أن حتى الحليب الطبيعي هذا تقدرين تخزنينه تسع شهور صح؟ لين سنة في الفريزر العميق الديب فريزر هذا نخش في السمج واللحم نحط على برد الحليب صدق بعد شو؟ فريزر العميق اسمه ديب فريزر والفريزر العادي لين ستة شهور في الثلاجة ثلاثة شهور في درجة حرارة الغرفة مو بغرفنا ممكنين 24 ساعة بس مو بغرفنا وينحط أهمن في الثلاجة طبعا يستوي حبتي وائد عندنا نماذج كثير من الأمهات الناجحات لين عمر السنة ترضع ولدها طبيعي تشفط الحليب وتخليه وتوزع على مدار اليوم وبعد ترى ستة شهور بالعادة يستوي وضع وائد أسهل وحتى بعد درجة على الدوام في قصص ناجحة لو مرتدي أي عيادة قلت لهم عرفوني بالأمهات المرضاعات اللي عندكم عندنا مثل مجلس صغير تشيل أمهات المرضاعات بتسمعين القصص بتستغربين عم شاء الله إصراره من الطفل لين سنة ترضع حليب طبيعي ببرعي يقول ابتعاد من الدهون والملح والسكر والفلفل وأنت بخير ما تمشي لا تعكل دهون وملح وسكر والفلفل ولا أصح كلا لا إلا الفلفل لا لا أصح كلا ما تبغي نصد لأننا نتفق معايا هم الأبيضين يسمونهم هذه الأبيضين الملح والسكر سبب كثير من مشاكل لكن الواحد يكون معتدل دائما نحنقول لا ضرر ولا ضرر واحد يكون في النص دكتورة دائما الاعتدال صح الاعتدال في كل شيء ما يضر حد صح الاعتدال سيد الأدلة حبيت العبارة أي حبيت أنا قاعد أألف من عندي صج لا لا علاقة الاعتراف سيد الأدلة أنا أقول سامعت طيب عموما بعد نجاح برنامج طموح رواد الصحة في دورته الأولى تستعد هيئة الصحة بدبي لإطلاق الدورة الثانية للبرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة وتستهدف الهيئة من هذا البرنامج الواعد إعداد قيادات مواطنة في جميع المستويات الوظيفية والتخصصات وذلك وفق أعلى مستويات الأداء وبمهارات عالية ومميزة بيتكلم عن هالمبادرة أو برنامج رواد الصحة بيكون معنا شرف الأستوديو الأستاذة ميعاد العلي رئيس مكتب في إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة صباحة شوارد يا ميعاد هلا والله صباح النور صباح الخير ساذة ميعاد خلينا نبتدي بهذا البرنامج القيم اللي أنتو حطيته في البداية عارفين عن هذا البرنامج بشكل عام وأيضا خبرين شو الأهداف اللي حددتوها لهذه المبادرة صباح الخير على جميع المستمعين معنا على البرنامج طبعا برنامج رواد الصحة هو برنامج يستهدف الفئات القيادية عندنا في هيئة الصحة بدبي وبدأناها في قيادات الصفة الأول اللي هم مبارع المدراء التنفيذين ومدراء الإدارات ولقى البرنامج نجاح عالي وكبير طبعا أهداف هذا البرنامج اللي هو توطين الخبرات ونقل الممارسات العالمية في مجال القيادة الابتكارية أيضا يعمل على تعزيز ثقافة القيادة الابتكارية في المجال الصحي والإداري في جميع أنحاء الهيئة وأيضا يمكن المنتسبين للبرنامج من دعمهم وتأهيلهم على الممارسات والتقنيات المتطورة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورأي تدبيه 2021 جميل معاد هذه الدورة الثانية ليرواد الصحة تلمينا على الدورة الأولى كيف كان مخرجات الدورة الأولى من رواد الصحة؟ طبعا حقق البرنامج نجاح عالي وكبير وساعد الهيئة في تأهيل وتوفرت لنا قيادات في جميع المستويات الوظيفية طبعا اتزامن إنجاز برنامج رواد الصحة مع صدور الهيكل الجديد لهيئة الصحة بدبي مما أسهم في انطلاق الهيئة بشكل سلس وسريع وقوي نظرا لوجود قيادات مدربة ومؤهلة على البرنامج بناء على برنامج رواد الصحة وساعدنا في عملية الاختيار وصعدت عديد من الوظائف القيادية عندنا في الهيئة فاستوى تعدنا مدراء الإدارات ساعدنا في اختيار عدد كبير من مدراء الإدارات عدد كبير من مدراء المؤسسات أو المدراء التفيدين عندنا في الهيئة بناء على نتائج برنامج رواد الصحة السابق جميل أحيانا أنا بتكلم عن شغلك قبل الفاصل نتكلم دكتورة الندبة تكون إن شاء الله ضمن هذه الدورة وأنت قلتيني إن شاء الله كذلك أنت تكون في الدورة القادمة يعني أبغي أسأل يعني عملية إيجاد برنامج يجمع ما بين الكادر الإداري والكادر الطبي مع بعض في برنامج واحدة أعتقد مسألة واحد صعبة أني أنا أوجد مثل هذا البرنامج الرياضي وأقدر بنحكم طبيعة الهيئة فيه فنيين فيه دكاترا فيه ممرضين فيه إداريين فيه مهندسين فيه شو عندنا بعد واحدة أشياء كل شيء كل شيء عندنا طبعا أول هدف أو الهدف السامي في هالبرنامج إن نجمع هاي القيادات مع بعض يكون فيه فريق عمل متعاون نحن نعرف على طبيعة العمل اللي نحن موجودين فيه ممكن لكل شوي مشغول في وظائفة في أمور مختلفة فهذا البرنامج من أهم ميزة اللي نحن سمعناها عن منتسبين البرنامج السابقين إن ألف بينهم روح العمل وكيفية التعامل يمكن الكثير منهم ما كان يعرفون شخصيات بعض فخلال هذا البرنامج توطدت عندهم العلاقة وخاصة علاقة العمل معهم أيضا نحن البرنامج هذا هو برنامج قيادي إداري لكن في مجال صحي يعني يساعد الفئة القيادية اللي هم مثل ما نقول الدكاترا يتعلمون في الإدارة ويطورون أكثر في الأمور الإدارية بحكم شغلهم ووظيفتهم القيادية أيضا تساعد الفئة القيادية الإدارية بأن تفهم المجال الصحي وبعدين باتر تفهم متطلباتهم أكثر فجمعنا مثل ما نقول المستهدفين في برنامج واحد أيضا نحن ناخذ بعين الاعتبار اللي هي أهداف الهيئة الاستراتيجية رؤية الدبي 20-21 أيضا نحن في عملية اللي هو تقييم الكفاءات يتم عملية تقييم لجميع قيادات الهيئة وبناء على نتائج التقييم هاي بيانت لنا نقاط القوة أو الضعف وكيف نطور نقاط القوة والضعف من خلال برنامج رواد الصحة جميل فشكلنا برنامج متكامل ليشمل جميع هاي المعايير أو المدخلات ممتاز أحين اللي بيتخلون في الدورة الثانية كل دورة أكيد بيكون لها أهداف معينة أو مثلا يعني في أمل أن يطورون جزء معين أو يطلعون منه مخرج معين ففي الدورة الثانية شو الأمال العاقدينها على اللي بيتخلون هالدورة وتتوقعون أن بعد ما يطلعون من هالدورة يقدمونها للهيئة طبعا هاي السنة نحن العام كنا متعاونين مع كليث محمد بن راشد في تنفيذ البرنامج وكان البرنامج مثل ما قلت لقى أقبال ونجاح عالي عليه هالسنة إن شاء الله بتكون مع الشركة الاستشارية جنرال ألكترك البرنامج مدتها ثمن شهور يستهدف مثل ما قلنا له قيادات الصف الأول وأيضا قيادات الصف الثاني يهدف هاي البرنامج على ضمان إعداد وتطوير كوادر في هيئة الصحة في دبي للوصول إلى أعلى المستويات الإدارية أيضا يعمل البرنامج على تعزيز الثقافة القيادية وتمكين المنتسبين في البرنامج من تحقيق أهداف الهيئة ورؤية دبي عشرين وواحد وعشرين بنتكلم شوية أكثر على مراحل البرنامج البرنامج يتكون من خمس مراحل يبتدي بالتقييم والتغذية الراجعة هني المنتسب بيفهم أكثر بناء التقييم اللي راح يقدمه بيفهم أكثر وين هي نقاط القوة وين وهي نقاط الضعف وكيف راح انطوره خلال البرنامج وبيكون فيه كوتشينج أو ما يسمى المرشد مع كل منتسب للبرنامج وراح يراوي كيف انت راح تتطور خلال هذا البرنامج البرنامج طبعا راح يتخلى له ورش عمل ورش عمل عبارة عن ثلاث ورش عمل مختلفة موزعة على الأشهر بيتكلم في تصميم التفكير في الرعاية الصحية والتسارع والتدريب الشخصي الموجه وصناعة الاستراتيجيات وسنوريهات المستقبل والمرحلة الرابعة بيكون في بنشمارك أو زيارة ميدانية لأحد قطاع الرعاية الصحية عدنا في دول العالم سيتم تحديدها ان شاء الله لاحقا والمرحلة الخامسة أو هي النهائية اللي هو مشروع التخرج بيكون فيه مشروع التخرج جروب بيتم تحديد مجموعات فرق عمل متوزعة وبيكون معهم مرشد وكوتشينج معاه لعملية تنفيذ يرشدهم في عملية تنفيذ وتحقيق هذا المشروع وسيتم عرضه ان شاء الله على القيادات وعلى بانل عدنا بيكون فيه بانل داخلي لتقييم هذا المشروع ممتاز والله برنامج قيم وبرنامج شامل وكامل لكل الجوانب اللي يحتاجها خاصة أنه من النادر نشوف برامج تمتد لين ست وسبع وثمان وتسع شهور لتخريج هذه القيادات ولكن نتكلم عن أنماط الاختيار لهؤلاء القيادات وكيف يتم اختيارهم على أي أساس يتم ترشيحهم من قبلكم للدخول لهذا البرنامج زايد أن نحن شفنا ما شاء الله يعني مخرجات الدورة الأولى مخرجات جميلة جدا تبوأت مناصب قيادية في الهيئة والهيئة بدأت تتأسس للصف الثاني والصف الثالث من خلال هذه البرنامج فخلينا نتكلم عن يعني شو المفروض الواحد يسوي كموظف موجود في الهيئة شو المفروض أن يسويه على أساس أن يقدر يدخل أو ينتسب لهذا البرنامج صحيح نحن الهدف عندنا طبعا أن أهل جميع جميع القيادات عندنا سواء صف الأول يعني أنتم ناوين كل القيادات اللي في الهيئة يدخلون هذا البرنامج بضب 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 سواء كان قائد ناجح طبعا ما في إنسان متميز يعني مثل ما نقول بشكل كامل حتى المتميز نباء انطورة يسعى للتميز أكثر نعم نعم وهذه من سماة للشخص الناجح أصلا أنه ما يقف عند حد لا يبغي دائما يتعلم صحيح نحن مو معنى أنه نحن ما أخذنا اليوم مجموعة معينة نحن تعرف بحكم العدد فوزعناها باتشوز على إن شاء الله السنوات الياية لما نغطي العدد كامل إن شاء الله في الهيئة طبعا من شروط أو من شروط هذا البرنامج طبعا نحن نأخذ مواطني دولة الإمارات يكون قائد من مواطني دولة الإمارات تقييم أداء جدا ضروري ومهم ريكمند أو مثل ما نقول التغذية الراجعة من قبل مديرة أنا اليوم يمكن أشوف بعدي أنا من يعني بعدي أنا كمدير إدارة أو مدير تنفيذي أكيد هو يشوف بعض الموظفين عنده أو بعض الرؤساء الأقسام والشعب له قابلية في إنه يمسك إن شاء الله باتشار منصب سواء عدنة أو في أي إدارة أخرى تكون لها شاغر في المستقبل وبناء على مثل ما ذكرت التقييم اللي رح نعده نحن للمنتسبين في البرنامج فالعديد من المدخلات تأثر في عملية الاختيار جميل جدا طيب خلينا بس قبل أن نختم معاتش إذا في محور نحن نسينا نتكلم عنه أتوقع لطينا كل المحاور كل المحاور غضا نحن نتمنى لكم التوفيق سادة ميعاد رئيس مكتب دكريني ميعاد رئيس قسم التدريب رئيس قسم التدريب في هيئة الصحة في دبي ضمن إدارة الموارد البشرية طيب دكتور نحن متحمس أنت هنا حق البرنامج ولا؟ نعم جدا هنا تقول إحدى المستمعات على موضوع الحليب الطبيعي تقول إذا خزنت في قنينة زجاج أنت مطرش المسج ولا؟ أمو محمد مطرش المسج أمو محمد إذا خزنت في قنينة الزجاج ووضعتها في الفريزر ينفجر وفي القنينة البلاستيكية خطر ووضعها في الفريزر تنذرونه عن ديوكسين شو الديوكسين هذا؟ هالمادة القبل فتطلعت عنها دراسعة تقضيها موجودة في البلاستيك وتتسرب في الأكل وتقول حلوها حليها يلا من هو كان ينفجر الحليب لو حطيته في زجاج؟ لا تترسينها لين كامل؟ لا ما ينفجر لا ينفجر حسب علم ما ينفجر ممكن في لا تترسين القنينة القنينة إلى عينها خلوها أقل من مستوى وفي أكياس خاصة لحفظ حليب الأم أكياس مخصصة لحليب الأم بتكون موجودة في المحلات المتخصة بالأطفال خزنوها في هذه مش في القناني لا في الأكياس المخصصة وتكتبين عليها التاريخ كثير من الأمهات غلطتهم ما تكتب تاريخ تخزنه عقب تقول دكتور راح ما عف شو الجديد وشو اليديد لازم نكتب التاريخ لأن الحليب يعني نتخذينا حسب من الأقدم إلى الأحدث اليديد ينحط تحت والقديم ينحط فوق عشان يتم الاستهلاك الصح ممكن يكون حليب ترى منتهي حليب الأم ترينتي صلاحيته يعني حتى لو السنة بس أنت قعد تحطيني اليديد فوقها وكالتخلين اليديد توصلين للقديم يكون صلاحيته منتهية فحاسوب من هالنقطة هالنقطة وايد مهمة نعم لازم تتعلم أنا عندي سؤال شوي خارج عن الموضوع قول وله علاقة بالموضوع بس ما أدري إذا تقدرين تجاوبيني ولا لا قول أسأل عادي إذا عرفت السؤال أسأل أوكي الحين اللي خزنت الحليب هذا ويتعقب عطط حليبه حق حد ثاني هذا يستوي يخوها بالرضاعة والله كنتحاس السؤال لا السؤال يفمخي أتوقع محمود لأنه هو الحكم في الرضاعة هو الحليب يعني طبعا ما هتعارفين تقولين ما أعرف لا أقول أتوقع أنا بسأل عن هذا الموضوع إن شاء الله أسألوا جاوبنا عليهم لا بنسأل عنه ونشوف لكن دكتور نحن دائما نقول واحد من أهم الأشياء اللي ممكن تساهم في صحة الأطفال هم أولياء الأمور بضبط هم اللي قادرين على أنهم يحافظون على صحة عيالهم الطفل في النهاية أنت شو ما بتعوده بيتعود بس حدي يقول لي والله أنا ما قدر أسوي كنترول على طفلي أنا أقول لي يعني الله يعينك شيء بالمسايس يستوي نزيل خمس رضاعات مش مشبعات عشي يطلع أخوه بالرضاعة آه يعني خمسة خمسة كياس بس ما عرف هل حليب المخزن يعتبر صح يعني يعتبر ينطبق عليه الحكم أو لا محمود بيبني نجواب إن شاء الله باتر إن شاء الله تعالى بس أتكر ونتكلم الشيخ ودار اللي فتاو ونشوف شو حكمهم يعني في هذا الموضوع شو رأيت أنت ميرا ميرا أنت ما شاء الله عليك يعني تعرفين كل شيء آه ليش تضحكي خبريني شو رأيت مش غولة بالتلفون وهق ميرا حي زي عموما نحن وصلنا معاكم لختام برنامجنا ناصر عندك آه رضعتين ويسون إخوان لا يقول لك دقيقتين دقيقتين عندنا دقيقتين زي منصوره دقيقتين يا سلام زي شو تبغي تقولي عن موضوع الرضاعة الطبيعية بشكل سريع دكتورة الرضاعة الطبيعية مو بشي مستحيل أكثير من الأمات يفكرون أن الرضاعة الطبيعية شيء صعب وما تقدر تسوي هو تهيئة أنت تهيئين نفسك وتخططين والحين محمود كل مراكز الرعاية الصحية الأوية تقريبا هي مراكز صديقة للطفولة والأمومة هناك دعم لا محدود قبل ما كان فيها الدعم موجود أحين فيه عيادات متخصصة بالرضاعة الطبيبات والنرسات صاروا متخصصات فيه رضاعة طبيعية فتحصنين كل أنواع الدعم حتى فيه خط ساخن للرضاعة الطبيعية لديك أي مشكلة فتوجهوا وخذوا الدعم المحتاج لا تقولين أنا ما أقدر وايت صعب هذه اختي ما رضاعة ماستوشيف ولدها لازم أنت تكونين مبادرة وترى صحة عيانة مسؤوليتنا ومسؤوليت شخص ثاني القرارات ناخذها في أكل عيانة احنا مسؤولين عنها باتر فيا أمهات احنا موجودين دائما العيادات والمستشفيات دائما موجودين لخدمتكم فاستفيدوا من الخدمات الموجودة خلصت دقيقتين والله زينتها الحينة يضحك ناص قلت لك أنا ختمح سلك إذا عطيتها لماك نسأل موضوع ومو بصلي حلقتنا اليوم شكورها دكتورة وايد على كل النصائح اللي قدمتيها وأيضا هذه بعد كذلك دعوة أنكم أنتوا دائما تحاولون قدر الإمكان أنكم محمود يا أنا الجواب جواب شو شيخ عبدالله رد عليها طول على الواتب شو قالت دكتورة يعتبر يحرم ويصبح ابنها من الرضاعة أي شيخ عبدالله شيخ عبدالله من دائرة الأوقاف أنا عندي تصادف في دائرة الأوقاف بعد شو عبالك أنا لا تعليق عمو أشوفكم باتر شكرا ميرا لغفلي شكرا ناصر السليمي لمبسط نتقولي شيخ عبدالله من دائرة الأوقاف شو تبغيني أقولها شكرا جيد دكتورة ندا وهذه تحياتي محمود ويصف العلي وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة اشتركوا في القناة